نحن موجودين حتي بغينا للمغاربة اتنمية الشاملة بغينا للمغاربة يرتاحوا على مستقبلهم ومستقبل وديدتهم المهم عندنا هي اتنمية ولا شيء من غير اتنمية المهم عندنا هي الأسر الأسر المغربية ومستقبلها وهذه وقتكم وحنا معكم وخدموا بلادكم وهذه تلقونا بجنكم هذه مرحلة جديدة ان شاء الله نحن نشجعكم باش تكونوا موجودين مع المواطنين وانا جد فحان بانه تزنى واحد هذه المحلة دي ما يسمى بالبيلون كانت هذا شهر تقايبا حقيقة خلقنا ضبار ونقاش كبير في داخل البلاد وعلى المستوى العالمي مع منا ما يعني كان بعض وقاسة الحكومة كيجو كيخطبوا الساعتين وصافي للنظمة ما كيبقى لا أعطا لا بأكيد يوم ما قبل وما بعد وبين النقاش موجود وهذا حزب ديمقراطي بغينا الديمقراطية الحد وباش نقول لكم بأنه يعني النتائج هذا العمل اللي قامت بها الحكومة جد إيجابية بالنسبة للمواطنين يكونوا متاحي جد جد إيجابية إما يعني تشويش ولهذا شيء عادي في السياسة لاحظنا بأنه بكل صراحة يعني في بعض الأحزاب ديال المعارضة تل مواطنين كان قوي وعطنا تأيش أنه خلق ارتباك كبير عند بعض الأحزاب ديال المعارضة كان ارتباك وحنا كنتفرجو ولكن هذا لا يعنينا أنه الحمد لله الطيق ديالنا رام سرحة والمصار ديالنا غديمشوا فيه ونكملوا البناء ديال المغرب كما بغي سيدنا الله ينصروا ونتعاونوا مع المغربة ودك شيء اللي في جهدنا غدينديروه ما غديش نقصره شكرا لكم